السلام عليكم كل مرة اتكلمنا فيها اتكلمنا على طول تحضير البوليمر وحضرنا البوليمر البوليمر مثل اي طبخة اي طبخة محتاجة ايه محتاجة زيت او سمنة ومحتاجة ملح ومحتاجة كثير عشان تطلع الطبخة نفس الكلام في البوليمر احنا كونا البوليمر سواء بولي اسلين بولي يوريسان نايلون بس عزين تبتدي نصنعه عشان تبتدي نصنعه لازم نضع مواد ايه بقى المواد اللي هي بنول عليها مواد اضافية المواد الاضافية اول حاجة الملدن السمنة والزيت السمنة والزيت عندنا في الصناعة ايه؟ المادة نستخدمها بلاستايزر واهم حاجة فيها تكون انها ايه؟ قلية التطير لو هي علية التطير يبتدي البوليمر واحنا بنسخنه يبتدي يتحرق مني فلازم يكون قلية التطير زي الزيت والسمنة واكثر مرونة يعني يسيح مع درجة الحرارة يسيح ويبتدي يشتغل مع البوليمر طبعا الاهم من الملدن عندنا اللي هو الخروع والكفور وسنائي اوكتايل في سلات او الزيت اكتر حاجة بنستخدمها في الشركات او الشركات البلاستيك هو زيت الخروع ده طبعا معروف للناس كلها وبعد الشركات اللي هي بتستخدم البلاستيك الطبي بتبقى الحاجات سرية ما بيروش عليها بس في الغالب بتبقى سنائي الاوكتايل دي منول عليها الملدن طب بعد ما احنا عملنا الملدن وجينا عايزين نبتدي نسبت الاكلة بتاعتنا الاكلة بتاعتنا نقول خلاص انها استوت الاكلة استوت ان تنشيلها انت البيضة اللي ما بتحطها بتعرف انها استوتها ومستوتش ازاي اما تمسك في بعضه وبتروح شغيلها بالمعلقة وعملها نفس الكلام انا اعرف من ان ان البوليمر بتاعي استوى ولا مستواش اتعمل ولا مستعملش فلازم اضيف عليه مثبت المثبت ده مهم جدا ليه مثبت انه هو مضاط للأكسادة خلي بالنا احنا بنسخن لما بنسخن مثلا لو احنا خدنا بولي اسرين مش بولي اسرين عبارة عن منظر ده كده هيدروكربون متعدد لما جاء سخنه بدرجة حرارة عالية مش فيها اكسجين ده مش ممكن يتكسر يتحول للكربون داكسايد يبقى احنا عملنا ايه يبقى لازم اضيف حاجة تمتص الاكسجين يتفاعل مع الهيدروكربون اللي بتكون ويبقى مضاد للأكسادة عشان يساعد على ثباته وانه هو يستوي بسرعة ايه طب المثبتات اللي عندنا اول حاجة طبعا املاح الروسوس والقصدير ودوقتي اصبحت ممنوعة املاح الروسوس والقصدير والكادمية والكالسيوم اكثرهم شهرة وهي سترية الكالسيوم وفوسفية الكالسيوم والا والسوتيوم دول عشان يمنعوا عملية الاكسادة بتاعة البوليمر اثناء ايه اثناء التسخين شوفوا التسخين انا اقول لكم يعني ماسا بيبقى عندي هنا بيبقى فيه فانل وديه المكينة وفيه المكينة مكينة البسكون ويبتدي ترسش البوليمر من هنا مع المنادم مع المثبت وهنا فيه الترس اللي بيدور البدرة وطبعا درجة الحرارة بتاعتي عالية هنا حوالي مية وستين درجة موية يبتدي يخرج في شكل ايه؟ زي المهلبية زي الحاجة اللي استيكي الايس كريم كده او اللي بانا لما اللي بانا تشدها ويبتدي هنا فيه بوز البوز بيطلع بحط بقى الاشكال اللي عايزة عايز شكل ازازة شكل خرطوم شكل جلس شكل عربية لعبة وهكذا اهم حاجة وهو بيضيف نوات الاضافات عشان تعدي على المكينة لازم يضيف ملدن ولازم يضيف مسبت بس كده؟ لا منضيف حاجة تانية مهمة اللي هي مشحامات ليه بقى؟ لما بيجي نضيف المشحامات بتاعتنا انت اثناء ما انت بتحطها في المكينة وتيجي يشتغل البودرة ويجي يلف بتلف معاها ويجي بتلف معاها مش بيبقى فيه هوا معاها؟ صح او لا بيبقى فيه هوا معاها تصور بقى البلاستيك وانت بتعمله بقى فيه فققية هوا بتنزل قلبة البلاستيك او بتعملها بقى فيها فقاعة هوا طبعا عشان الغى عملية فقاعة الهوا يبقى لازم اقلل التواطر والسطحي بتاعت المادة بتاعته وعشان كده منضيف اسناء اضافة مع الملدن والمسبت منضيف بعض الامواد الدهنية او الاحماد الدهنية الاحماد الدهنية هنا بضيف الغالب خل لو اسدك اسد او بعض الشموع طبعا الغالب هي الاحماد الدهنية زي الخل فقط الحاجة واحدة؟ اه اهم حاجة بقى فيهم اللي هي المواد المليئة انا داتي عندي البلاستيك لو مثلا بتصنع كيس بتاع مية او ازازة مية عبارة عن بوري اسرين مش كده بوري اسرين او عبارة عن CH2 وهكذا وسلسلة تانية هكذا وسلسلة تانية هكذا بيبقى فيه بينهم مسافات المسافات دي انا يهمني لانا احشيها امليها 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 ازاي مع اسناء التسخين المسافات دي بتبعت عن بعض فانا عايز امليها عشان انا بقال التواطر سطحي وفي نفس الوقت ازود مسافة بينهم بمواد ماليئة عشان تجمد ويديني الكيس اول مكوينه مش تتقطع زي اللي الكيس مش فيه بعض الكيس منشوفها او منشدات تتقطع وفيه كيس لما هما شدناها تاخد بمدة وبعمل تقطع فايه اللي يفرق هنا منتتقطع بسرعة او منتتقطعش بسرعة اللي هي المواد الماليئة المواد الماليئة في الغالب بتكون مواد طبيعية مواد طبيعية ربنا خلاق عز وجل احنا مش بنعملهاش وده بنحطها الناس يعني اللي ما عندهاش زمة تحبه بده ما عايز يعمل بوري السلين وكيس زبالة وبتاعه وفي نفس الوقت بده ما يحط بودرة كتير من البوري السلين لا يحط مثلا خمسة جرام من البودرة بتاعت بوري السلين وخمسة جرام زيهم او تلاتة جرام زيهم الياف في الغالب يستخدم يأمن شرط الخشب او الفلين او الياف السلوز او القطن التربع هم المواد الملئة عشان يبتدي يكون بهم المواد العضوية طبعا انا لو بعمل ازاز العربيات او ازاز سععة ده مش كيس ده مش بوري السلين انا كده كده ادخلت في المرات غير عضوية اللي هي السيليكات اللي انا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت مفعش حطوله نشاط خشب ولا حطوله فلين يبقى لازم حطوله مواد غير عضوية زي الزجاج والكوارتس والجرافيت وكابريتات البريم وبودرة تتلك وبودرة تحت البيبي وهدين بالكم تديني نحط البودرة عشان نعمل مواد ماليئة في الفراغات اللي بيكونها البونيما هديكم مثال واضح جدا بصوا احنا لو جينا اخدنا الورقة بتاعة الكراسة امسك كل واحد فينا كده يمسك ورقة الكراسة هي الورقة هي قدامنا اضرابها في الدوق ستجد ان الورقة فيها فراغات وفيها حتة مليانة هذا الورقة عبارة عن سليلوس ويضع الملدن ويضع المشحم ماهي المادة المالئة؟ عشان يملى الفراغات كالسيوم كربونيت فكل ما يزيد كل ما يزيد كل ما الورقة تبقى طخينة والكتابة فيها تبقى وحشة القلم فيها يبطع نتيجة الكلسيوم كربونيت وكل ما كان سليلوس كتير يبقى الورقة ما تبطعش معي وتبقى الورقة كويسة ده مثال المرة احنا كده اتكلمنا على الاضافات الاساسية اللي بندفع في البونيما طيب اول بوليما هناخده في صناعات اللي فعلا اللي احنا بنشوفها كل يوم اللي هي المطاط الطبيعي المطاط الطبيعي بيتكون من الايزوبرين اللي هو بيبقى فيه كام كربونة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بس انا عندي بقى اهم حاجة في الايزوبرين ايه؟ عندي الراس وعندي الديل راس وديل ادي الديل ودي الراس ما ينفعش راس تتفاعل مع راس يعني راس تانية قدامها كده ما ينفعش لازم الراس تتفاعل مع ديل يبقى راس ديل راس ديل راس ديل عشان يبتدي يكون لي البولي ايه؟ ايزوبرين اللي هي الناشر الرابر طبعا الناشر الرابر اللي بيتكون اللي هو الكويتش بتاع العربيات الايطار بتاع العربية بيتم فيه اضافات تانية عشان يزود ايه؟ درجة الحرارة بتاعته ايه هي بقى؟ انا عمدي اثناء الايطار لازم نزود حاجة اسمها الفالكنة لازم نزود حاجة اسمها الفالكنة بزود الفالكنة باضافة الكابريت باضافة الكابريت على الاثار ادي الايزوبرين قدامنا بيضيف الكابريت عليه طيب ان الفالكنة عدد الكابريت على كل سلسلة يعني عندي هنا شوفوا واحد ادي سلسلة ادي واحد ادي اتنين السلفر بعد كده واحد اتنين سالفر كلما كان السالفر تعداده منتظم كلما كان المطاط أغلى مش هعندنا الكويتش الكويتش في السوق تلاقي مثلا الكويتش غالي بمتين ريال فيه بربعمية فيه بثمنمية فيه بألف ده نسبة ايه نسبة الكابريت اللي موجودة في الكويتش عشان بيقلل ايه اول حاجة بيزيد المرونة بتاعته وبيقلل احتكاكه مع الاسفلت ما يخليش الكويتش ايه يتكاكل خلاص بس مش معنى الكلام ده انها زود كل الكابريت لا فيه اضافة معينة للكابريت بانتاجية ايه معينة عشان كده كل شركة محتفظة بالسر ايه بتاعها بس كده لا فيه حاجة تانية منضيفها اللي هي انا خدها المرة الجاية اللي هي بنزود بيها لدرجة الحرارة او درجة استحماله لدرجة الحرارة على الاسفلت اثناء من العربية بايه بتمشي اشتركوا في القناة